السلام عليكم واطلاب وبركاته أبناء الأعزاء طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي يريد كله يركز معايا في الدرس التاني اللي هو إتني غير إن أنا إزاي هنا أنديوكي آن إتني غير يعني وصف الحي هنحل المواقف بتاعة الدرس ده يريد كله يركز معايا وينتبه لحل المواقف إزاي لأن المواقف بعض الطلبة بيجد فيها مشكلة كبيرة يريد كله يركز معايا لما نيجي نحل سؤال المواقف طبعا لازم تكون نحفظ كلمات لازم تكون نحفظ كلمات ده أهم شيء والترجم الموقف من أوله لآخره نترجم الموقف عشان نعرف هل هو عايز سؤال ولا عايز إيه ولا عايز إجابة يعني هنا معايا أركز تي ديماند تي ديماند يعني أنت تسأل تي ديماند تسأل صديق هو تي فا بوغ براندر لتغا ال دي هو حيقول إيه مش معنى أن أنت لقيت في الأول أنت تسأل يبقى معناها أن ده سؤال لا تقرأ الجملة الأخيرة هو قالك تي ديماند أنت تسأل في آخر الجملة قالك إيه دي هو يقول يبقى دي إجابة يبقى لازم أقرأ الجملة الأخيرها أنت تسأل هو يقول توبقى إجابة طب إيه هو السؤال اوتيفا أين تزب عشان تاخد لتغا الأطر طبعا هي حاجة سهلة جدا لو قررنا الثلاثة اختيارات حنلاقي الإجابة إيه ألا جاغ في محطة الأطر اللي هي أول واحد لأن التانية إيروبوغ المطار ما تنفعشي والتالتة ألوبرا في الأوبرا يبقى هي أول إجابة أول واحدة اللي هي ألا جاغ نيجي الثاني جملة لما يقول لي تونامي تيديموند لما تلاقي تيديموند دي في النص معناها يسألك في حد بيسألك مش معنى كده برضو أنه هو سؤال لا أقرأ جملة آخرها بيقول لك صاحبك بيسألك راح في الآخر قال لك تيدي أنت تقول تبقى إجابة يعني أنا أقول لك مثلا علي بيسألك عن اسمك أنت هتقول إيه هتقول لك أنا اسم علي أنا اسم محمد يبقى دي إجابة يبقى لما لقيت في النص يبقى لحد بيوجه لك الكلام عندنا في العربي تعادل تاء الخطاب يقول لك كده صديقك بيسألك بتعملي في الأجازة أنت هتقول له إيه يبقى كده عايز إجابة وهنا ما فيش مشكلة هي مشكلة السؤال والإجابة لو هو خيرك في الإجابات بين سؤال وإجابة إنما هنا ما فيش مشكلة طب صاحبك بيسألك بتعملي في الأجازة هتقول له إيه طبعا الإجابة هنا هقول له اللي هي أول واحدة أنا أذهب إلى النادي كل يوم يبقى ده بعمل إيه فين في الأجازة طيب اللي بعدها بيقول لي صديقك بيسألك بيقول لك إيه بقى هنا بيسألك كل جوغ دي كون جي إن إجابة يبقى كل جوغ دي كون جي إن إجابة إيه هو يوم العطلة في مصر هترد تقول له إيه طبعا يوم العطلة إيه هو في مصر طبعا اللي هو يوم إيه يوم الجمعة بعد كده صديق بيسألك عشان تقرأ الكتب أختار أنهي اختيار صمحتوا كل يبص هنا في الجمل عشان يبقى معي أختار هنا أيو أنهي اختيار لما يقول لي هنا بيسألك هتقرأ الكتب فين في عندي نوعين من المكتبة أنا أقيل في عندي بيبليوتيك دي المكتبة اللي بقى قرأ فيها في عندي حاجة تاني اسمها اللي بغيري المكتبة اللي بشتري منها يبقى هقول له إيه هنروح إيه المكتبة رقم خمسة بيقول لي يعني أنت هنا بتسأل أحد المرة يبقى الهدف هنا إيه المكان مكان البوستة فين تي دي انت هتقول له إيه يبقى هتقول له إيه هي مكان البوستة يبقى إذن انت بتسأله عن مكان البوستة هتقول له إيه السؤال طبعا خد بالك إنه أجيب لك أول واحدة بس سؤال يبقى هي الإجابة بوغ عليه على بوست بقول له عشان أروح البوستة رح أعمل إيه يبقى لما جاء حل لي سؤال المواقف لازم أقرق جملة من إيه لازم أقرق جملة من أولها لإيه لأخيرها عشان أعرف الهدف هنا طبعا حل لي هنا بيقول لي صاحبك بيسألك بتروح فين يوم لاتنين مدام قال لي أين يبقى الإجابة لازم تكون إيه مكان لازم تكون إيه مكان هقول له إيه هنا طبعا هقول له آخر جملة اللي هي أنا بروح إلى حفلة تنكرية لو أنا معرفتش معنى حفلة تنكرية مش هعرف أجاوي رقم ست رقم سبعة تي أنديك أنت بتوضح يبقى نازم أحفظ كلمة تي أنديك يعني أنت إيه توضح أنت بتوضح أتونامي لصحبك اتنيرير بور ألي ألا بانك بتوضح له الطريق عشان توصل للبانك هتقول له إيه أنا واحدة تنفع طبعا هي أول واحدة اللي هي برو لابريميور ري أجوش يعني خد أول شارع الشمال أنا بوصف له إزاي يوصل البانك نمغويت رقم تمانية تي دي مونت أآنامي بتسأل صديق هتروح فيها بور أشتري كتب يبقى مكتبة الكتب ماشي اللي هي المكتبة بتعبع الكتب كنا واخدين احنا في الصفحة الأولى بيبليو تاك الفرق بقى البيبليو تاك اللي بقى أرى فيها الكتب إنما دي اللي بشتري منها الكتب أو الأدوات المدرسية بعد كده رقم نف بيقول لي تي دي مونت أآنامي أظن كده كله حفظ تي دي مونت يعني أنت تسأل صديق أو تي فا أو أونفا بروندر دي صودا التي دي هو حيقولك أنت بتروح فيه عشان تشرب صودا هو حيقولك فين طبعا أكيد آخر واحدة أو كافي فين في الكافي طيب رقم عشرة آنامي طاونفيد صديق بيسألك آديني إلى العشاء بور تيكس كزي عشان تعتذر هتقول إيه هتقولي عشان تعتذر هقوله طبعا اللي هي آخر واحدة هقوله باردون آسف جودت غافي أنا عندي عمل نمي غوديس رقم عشرة آنامي طنفيد حدي بيدعوك العشاء اللي كي تعتذر قلنا يبقى رقم سي حداشر تي ام موغشي تي فا أولي سي انت بتحب المشي انت بتروح المدرسة ايه نقط ايه طبعا اللي بيحب المشي اكيد بيروح فين أبي على الأقدام رقم اتناشر تي دي مونت آم باسا انت بتكلم مار لليو دي ميوزي مكان المتحف هتقوله ايه انت بتسأله عن مكان المتحف هقوله ايه طبعا اول واحدة قوسي دغوف الميوزي اين يوجد المتحف تلاتاشر تي كونسي آتون فغاغ انت بتنصح صديقك قبل ما يعبر الشارع بتنصحه اللي حنصحه هقوله ايه هقوله ترافارس أو باسا جي بيتون يعني اعبر في ممر المشي ارباطاشر تي دي مونت لو شماء انت بتسأل الطريق لشخص ما بتسأله عن الطريق هتطلب منه تقوله ايه طبعا اخر واحدة تي بي ميدي تقدر تساعدني اخر جملة المحطة انها على بعد دقيقتين من الميدين دي معناها ايه طبعا ان هي قريبة من الميدان اول واحدة اللي هي إليبغ دي لابلس يبقى اذا لما يجي احل سؤال المواقف لازم حضرتك تركز من الاول على تبع حافظ الجمل كلها تبع حافظ الجمل كلها حافظ المعاني تقرأ السؤال من اوله لاخره تمام وبالتوفيق ابناء العزاء طلاب وطالبات الصف الثاني السانوي كان معكم ميسيو اهاب الضب خبير ومشرف اللغة الفرنسية المرحلة السانوية ترجمة نانسي قنقر